ينصرنا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد يا كريم أعظم الله لنا ولكم العزاء والأجر أحبتنا مشاهدي قناة كربلاء الفضائي أينما كنتم ها نحن وإياكم في حلقة أخرى وأخيرة في هذا البرنامج من برنامجكم فلسفة الطف نحن اليوم ختاما في هذه الحلقة مع الضيف الدائم سماحة الشيخ الخطيب زبان الحسناوي نصل إلى نهاية ما أردنا أن نصل إليه بخصوص نصوص الإمام الحسين سلام الله عليه قبل أن أذكر النص دعوني أرحب بسماحة الشيخ الخطيب زبان الحسناوي سماحة الشيخ سلام عليكم أعظم الله لنا ولكم العزاء والأجر حقيقة لا أعلم هل هو كان يخير نفسه وكما قالها أخير نفسي ربما لأنه أراد الدنيا بما فيها عمر بن سعد أنا أتحدث عن هذه الشخصية والإمام الحسين سلام الله عليه وخاطبه أتقتلني هكذا كما ورد في النص أي عمر أتزعم تقتلني ويوليك الدعي ابن الدعي بلاد الري وجرجان والله لا تهنأ بذلك إلى نهاية كلام الإمام الحسين سلام الله عليه أقول عمر بن سعد الشخصية عارفه من هو الحسين وعمر بن سعد كان يعرف إلى ما ستقول إليه الأمور خصوصا أهل بيت النبوة كانوا عندما يقولون شيء يتحقق ذلك الأمر لكنه لم يقف إلى اللحظة الأخيرة التي وقف فيها وقال لهم أنزلوا إلى الرجل وأريحوه لماذا طبيع ذلك الإنسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطحرهم تطهيرا اللهم صنعنا محمد وعلي محمد في الواقع معرفة المعصوم ليست على درجة واحدة وإنما لها درجات درجة من هذه الدرجات أو مرتبة من هذه المراتب وهي لعله أدنى المراتب سمعه شو نعبر عنها المعرفة الصورية مثلا البسيطة يعني أنا أعرف وطبعا هذا الكلام مو فقط عن هذا المخذول في الدنيا والآخرة وإنما نتكلم بشكل عام تمام عن المعرفة بشكل عام بعد أن نأتي إلى هذا الهالك والخاسر للدنيا والآخرة دعنة الله عليه معرفة المعصوم أولا شكل ضرورة من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية والله إحنا أنا هواي أكو كلام حقيقة ما أدري شنو أقول شنو من أين أبدأ إلى أين أنتهي ما أدري أكو بعض العلم والمعرفة يرتب أثر على صاحبه وأكو ما يرتب أثر وبعدين أرجع لهذه المراتب أكو قبل هذا الكلام هم كلام آخر جيد شلون يعني أكو علم إلى لوازم وأثر وآخر هم إلى لوازم وأثر بس مثلا بجانب سلبي وثالث مو بالضرورة أن يكون له أثر ولوازم شلون نقدر نميز بين هذا وذاك لأنه بيان هذا الأمر إلى ارتباط وثيق بما ذكرتم وبما سألتم عنه في الواقع أجيب أمثل على ذلك إنه عادة هتشي مباحث إذا تبقى بعالم المفاهيم تكون صعب صح من تنزل للأمثلة تكون سهلة ولهذا القرآن الكريم مستعمل أسلوب المثل كثيرا حتى يوصل المفاهيم عالية في الواقع أجيب مثل على ذلك تشوف مثلا أكو قسم نوع ما أدري من أقسام أنواع العلم يولد خشية لازمه الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء بالعلم الذي يتعلمه لازم هذا العلم تكون أكو خشية ولازم الخشية تتجنة ذلك لمن خشية ربه يدخلهم جنة لمن خشية ربه ولازم الجنة السعادة باعتبار لا لغوا بيها لا كذا بيها لا الغل رب العالمين نزعنا ما في صدورهم غير ذلك الحياة تكون سعيدة لازم السعادة يمشوف شنوء إلى آخره قضية في الشكل هذا خلقات يكمل بعضها وعظم ارتبط بالبعض الآخر أكو علم في القرآن الكريم لازمه لعصمة همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه برهان ربه علم لازم هذا العلم فاستعصم نفس السورة فاستعصم علم لازمه العصمة مثل ما أكو علم لازمه الخشية وطبعا العصمة تأتي صاحبها حجية ولزوم اتباع وكلام كثير وإلى آخره ثلاثة علم لازمه ضرورة الاتباع ووجوب الاتباع يا أبتي سورة مريم إبراهيم يقول للعمة يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتكه فاتبعني أهدك صراطا سويا علم لازمه الاتباع وجوب الاتباع وضرورة الاتباع ولهذا أئمتنا لما عدم أنا مدينة العلم وعلي بابها علمني رسول الله ألف 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 أطيع الله وأطيع رسوله وأدي الأمر كونوا مع الصادقين لزوم اتباع يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتكه فاتبعني أهدك صراطا صار شنو حتى نسيطر علم خشية علم عصمة علم لزوم اتباع أربع علم لازمه القوة لازمه القوة قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك من اليمن الفلسطين من اليمن قبل أن يرتد إليك طرفك هاي شنو من قوة قوة بمجال طي الأرض مجال آخر قوة من ينجحتي هاي القوة بعلم من الكتاب علم لازمه شنو قوة كل هذه مثلا خمسة سجل يمك خمسة قاعد أحاول أستثير ذاكرتي وأنا أشطها حتى تعطيني أكثر مثلا هل أتبعك سورة الكهف شقد جميل هذا القرآن شقد لذيذ هذا القرآن يعني الإنسان لما يتعلم هالعلوم والمعارف شقد يستفيد في كل مجالات حياته ما يكون مجالس نسولي بي أنا وياك ما تلقى لها آية آية عجيب عجيب أصوله في القرآن أمتنا يقولون ما يختلف شخصا في قضية ما إلا وله أصطن في القرآن ولكن لا تبلغه عقول الرجال شمتنا يقول أي مسألة يختلف علي أثنان في الدنيا إلها أصل في القرآن ولكن لا تبلغه عقول الرجال كون يرجعون نحن نقولهم هذا الأصل وينحل من خلال الآتي شنال جمال هذا عجيب تبيان كل شيء واقعا تبيان كل شيء عظيم هذا القرآن علم لازمه الرجد هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا ولهذا شوفون إمامنا علي الهادي عليه السلام في زيارة الجامعة يعبر عن أهل البيت أمركم رجد إمامنا الصادق قبل الهادي يقول أحيوا أمرنا ليش نحيي أمركم لأن الهادي يقول أمركم رجد موسى ركب البحر حتى يطلع على ما عند الخضر من علم خاص من علم خاص في جهة من جهات العلم في مجال مجالات العلم في الواقع لأن موسى كان مأمور بالظاهر والشريعة والخضر كان مأمورا بشيء آخر بعلم غيب خاص في مجال خاص فموسى كني يطلع عليه أقول كلام كثير هسا هنا كلام كثير هنا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا شوف هاي لحد دلان خمس ما أدري اشتعبر عنها أنواع أقسام للعلوم كل واحد من أنواع هذا العلم إلا لازم معين يعني علمي تبع أثر تمام وأكو علم في مجال آخر في اتجاه آخر أثر سلبي أثره سلبي شلون أثره سلبي ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم في سورة البقرة اللي هو السحر اللي يفرقون بي بين المرء وزوجه هم بي أثر بس سلبي مو إيجابي هناك ذيك العلوم بي أثر بس إيجابي آثار كله إيجابي أنا بي أثر سلبي يتعلمون ما يضرهم يضرهم أكو علم أثره إيجابي وإذا حصل الإنسان وعمل بمقتضاه بشكل سليم لازمه هم يكون إيجابيا ويأخذه إلى بر الأمان وأكو من يتعلم علم بس ما يتعاملوا بشكل صحيح فتشوف الأثر ما يكون بالمكان الصحيح أظله الله على علم مو على جهل أنا على شون جبت هذا الكلام أنتوا قلتوا لي أنا ما كنت أعلم شون راح تسألوني قلتوا لي أن عمر ابن سعد كان يعرف من هو الحسين لو ما يعرف فهو كل من يعرف يعني يكون يهتدي يكون يعرف أولا يا درجة معرفة اثنين عمل بمقتضى المعرفة أو لم يعمل ها يتأثر أنه يعني يعمل بما علم لو ما يعمل بما علم وإلا الآية صريحة وواضحة أظله الله على علم مو على الجهل يا جماعة أظله الله على علم كان عند علم وظل هذا ما سأقف عنده إن شاء الله بعد الفاصل تمام لأنه نريد أن نبين عمر بن السعد تمام لأن الله عليه كان عارف من هو الإمام الحسين عالما من هو ابن بنت رسول الله ولكن ما آلت إليه الأمور تقول غير ذلك أسهل أن نبين شكرا لكم سبحان الشيخ فاصل أحبتنا مشاهدينا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية فاصلوا بعد الفاصل سنواصل إذا نبقى معنا عدنا معكم مرة أخرى وأعظم الله أعظم الله لنا ولكم العزاء والأجر حبتنا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية ما زلنا معكم في هذه الثواني والدقائق الأخيرة ونحن نتحدث في الحلقة الأخيرة من برنامجكم فلسفة الطف مع فضيلة الشيخ الخطيب زمان الحسناوي سماحت الشيخ أخياكم الله مرة أخرى الله أعسكم حبيبي قبل الفاصل كنا عند شخصية لعبت دور جدا عظيم في مقتل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وأخبره الإمام الحسين سلام الله عليه بأمور تنبؤية أنه لن يستلم ملك الرأي وأن رأسه ستتقاذفه الأطفال في أزقة الكوفة وما شاكر ذلك أنا سؤالي كان في بداية الحلقة وأنتم أسستم لذلك قرآنيا حول معرفة عمر بن سعد بالإمام الحسين عليه السلام فخليه خص أنا أشعر شوية بي صعوبة في ثقافة القرآن الكريم أكو علم يتبع لازم إيجابي وأكو علم يكون لازم عادة سلبي وأكو علم لي ضر من جهله ولا ينفع من علمه هذا قسم ثالث ما بينا النبي دخل للمسجد شاف جماعة مجتمعين على واحد قالوا بشنو هذا؟ قالوا لعلامة قالوا ليعرف عن ساب العرب قالوا هذا علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه فأكو علم هالشكل أكو هالشكل أكو هالشكل مثلا قارون علم بمجال الإقتصاد كان عنده ولكن هذا العلم إنما أوتيته على علم عندي الله حكى عن لسانه تكبرا وتجبرا ولكن هذا العلم بمجاله نفعه طلاغا نجي العمر بن سعاد حتى ما نضيع وقت أنت عبرت عارفا أنا شوية هالكلمة شوية مو كلش يعني أستسيغها عارفا نقول عنده علم أو حتى معرفة ماذا بمقدار ما عن سيد الشهداء أقول المعرفة على أقسام ومراتب أكو معرفة سورية عبرنا عنها بسيطة معرفة الحسين أبوه اسمها على ابن أبي طالب بسيطة أم اسمها فاطمة الزهراء جدر النبي صلى الله عليه وآله أخوه الحسن وانولد كذا سنة آه هاي هاي معرفة مطلوبة ولكن تسألني تعصم صاحبها مثلا لا تنفع بمقدار معين على قده أكو معرفة أعلى من هاي المعرفة معرفة التحقيق معرفة التحقيق شنو يعني معرفة التحقيق معرفة التحقيق يعني مو بس ابن منو شنو أخو منو إلى آخره وابن منو هالكلام وإنما لا أنا أعتقد الحسين إمام مفترض الطاعة إمام معصوم مفترض حتى برواياتنا الشريفة ورد من زار الحسين عارفا عارفا يعني شنو يا ابن رسود الله من زار عارفا عارفا قال لا يعتقد بأن هذا ليزورة إمام مفترض الطاعة شهيد مظلوم غريب شهيد مظلوم شنو غريب هاي هانفت معرفة التحقيق نقدر نعبر عنها هاي تنفع أكثر من السبق أكثر من السبق أكو معرفة قسم ثالث اللي تنفع صاحبها أكثر من الدرجة الثانية وهي معرفة مو قضية تحقيق بس تحقيق بل تحقق شون يعني تحقق يعني معرفتي بسيد الشهداء عليه السلام تخالط دمي ولحمي شون النبي عبر عن أمير المؤمنين خالط الإيمان ودمه ولحمه النبي تشي قل علي؟ قل للإيمان خالط دمك ولحمك يا علي بن أبي طالب يعني وجودك ظاهرا وباطنا اختلط بالإيمان أصلا صرت أنت والإيمان شيء واحد خالطك الإيمان لحما ودما وثكرا وسلوكا وكل شيء هذه بعض معرفة عالية جدا هذه المعرفة بسيد الشهداء إذا واحد وصد لها لا بعض هذه من الصعب أن الإنسان يرجع عنها والعياذ بالله ويكون من أصحاب سوء العاقبة هذه معرفة عالية اللي عبر عنها قمر العشيرة يوم العاشر يا نفس من بعد الحسين هوني أصلا أنا نفسي قائمة بسيد الشهداء فمن دون سيد الشهداء نفس ماكو حياة ماكو كيان إلي من دون الحسين ماكو أه شنو من معرفة وبعده بعد الحسين لا كنت أو تكوني وإن أكرك معرفة بالدنيا بسيد الشهداء من زار الحسين عارثا هذه معرفة بدرجات عالية جدا جدا هذه هذه بعض صاحبها مايرجع ماكو علم بالمعصوم نقدر نعبر عنها معرفة تسامحا بالمعصوم درجات دانية هذه ما تحصل صاحبها مم بضرورة أن تعصب صاحبها خصوصا مع وجود نفس أمارة بالسوء قوية أو صاحبها لم يكبح جماع هذه النفس الأمارة بالسوء بحيث المال يأثر عليها والمزرعة تأثر عليها يا أخي والله الإنسان يصل إلى مرحلة من الدناء والخصة والله العظيم ما تعرف شنو تقول عنه ملك الرئيس أساسا شنو ملك الرئيس أرض هو ملك الرئيس أساسا شنو ملك الرئي بستان مثلين شنو ملك الرئيس أساساoit شنو شنو بستان؟ أرف هل إنسان شقد يبقى حصلة أصلا مو محصلة فرضاً حصلة يعني شقد يعيش حتى يستنس بالملك الرئيس بس هو الإنسان هاي الأخسرين أعماله الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسون وهم يحسون وهم يحسون وهم يحسون وهم يحسون وصنعه وهذا الخبيث لعنة الله عليه الحسين ليلة عاشوراء أو غيرها من الليالي رادي يبصر شوية رادي يخليه شوف أبعد من أنفه رادي يشوف قال له انت على شنو باقوا إياهم قال له أخاف يهدمون بيتنا من جمهة الحوارة دار تم موثقين هذا يولا قال له أنا أبنيها لك أنا أبنيها قال له ياخذون ضيعتي قال له أنا عندي ضيع بالحجاز أعطيك منها ما يكفيك وما يسد عينك شونو تريد بعد ملك الريخ هال عينك عليا تعتقد بصدقي عمر الانسعاد أنا صادق ابن صادق ابن صادقين إلى إبراهيم الخليل أنا صادق ابن صادقين ملك الريخ ما تحصل ما يطقي لتخسر الدنيا والآخرة بسببه حسين شي قال له ملك الريم يتحصل وعاقبتك سيئة كل هذا النصح مثلا أنا أجب لك مثال قرآني حتى الأمر يصير واضح ليش ما قبل النصح شعيب أتمنى من الأحبة اللي يتابعون الآن يفتحون القرآن يطلعون آيات شعيب في القرآن أتمنى من الأحبة يتعبون أنفسهم شوية مو بس يردون كل شي جاهز يا أخي انتهم اتعب شوية راجع القرآن نهج البلاغة صحيفة الزجادية اتعب شوية على نفسك اتهم خي فتحون آيات شعيب في القرآن شوفون شعيب شنو قال للقومة نهاهم عن التطفيف واضح يوم واضح واضح الحفاظ على المكيال ويظهر كانت مشكلتهم هاي لا تبخسوا الناس أشياءهم حاجة كلها واضح الكيلو ما عرف شنو إلى آخر أكثر كلام شعيب مثلا يعبدوا الله من بعد خطابه كمل شعيب نبي شعيب خطيب الأنبياء شعيب خطيب الأنبياء هو داود عند فصل الخطاب داود كمل خطاب شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول هو شنو كان يسولف لهم فلسفة شعيب نظريات فلسفية كان يسولف لهم كان يقالهم الميزان حافظوه لا دغش شون بالميزان يقول له ما نفقه شين تقول شنو ما نفقه شين تقول قولوا احنا نريد الباطل احنا نريد الدنيا لا تظلون تجيبون ذرائع واهية قولوا احنا نريد الدنيا نريد نغش حتى نعيش بالغش الغش يجيب لنا اموال اكثر من التعامل مع الامور بدينه وعدله وقسطه الى اخره هتش يقولوا جمع على نفس الشي لا تظل يطلع ذرائع خاف يهدمون بيتي يخاف ماذا نفسه وسبحان الله يعني عمر بن سعد بن قال هذا الكلام سيد الشهداء يجي مكان الآية القرآنية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم يجي قوله تعالى خضتم كالذي خاضوا يجي قوله تعالى اتواصوا به متفقين على هاي الحجاية اتواصوا به كل جيل يجي من بعد جيل نفس الذرائع الواهية ونفس الكلمات غير صحيحة ونفس التفكير الأعوج وهذا نفس عمر بن سعد سبحان الله اقروا سورة يوسف ايها المشاهدون الكرام اخوة يوسف قال ونقتل يوسف ونكون من بعد قوما صالحين سنقعد اقول مضمون الآية ما قعد اقول نص الآية نكون صالحين نقتل يوسف بعد يالن توب عمر بن سعد شنو قال وبينه وبينهم آلاف السنين شنو قال عمر بن سعد قال اتوب الى الرحمن من سنتين اقتل الحسين اخذ ملك الريو واتوب نفس الهيان كذلك قال الذين من قبلهم مثل غولهم تشابهت قلوبهم هذا مبدأ الاتحاد الفكري والتشابه القلبي في ثقافة القرآن الكريم وهو مبدأ عظيم يحتاج الى شغل كثير في الواقع نفس الشيء ما تغير شيء سببها عدم قراءة التاريخ ام ماذا عدم توفيق ابتعاد عن القيم كل شيء كان عنده عمر بن سعد يعني عارف بالقضية هذه كلها اسباب ولكن من اهم اسبابها من اهم اسبابها نفسه الامار بالسوء اقوى منه دنيا حلت بعينه الانسان هو هذا البينا ماذا الحلقة سابقة او قبله اذا اقبل على الدنيا بحيث تنسيه الاخرة استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله هو هاي المعادلة بحيث تنسيه الاخرة والانسان مشى يعني خلى نفسه تمشي بهذا الشكل من دون كبع جماح وهمشى وراها النتائج تكون هذه بكل سهولة وبكل بساطة ولهذا تشوفون القرآن الكريم في هذا الجانب صدر قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها بهدعش قسم الان انا اقول لاخوة المشاهدين والمشاهدات اجمعوا كل اقسام القرآن ما راح تجدون حقيقة من حقائق القرآن صدرت بهدعش قسم الا هذه الحقيقة والشمس وضحاها اهدعش قسم انا مسؤول امامكم وكل حقائق القرآن الاخرى لم تصدر بهالقد عدد اكثر عدد قسم بالقرآن هذا الى ان قال ونفس وما سواها وهي من جملة الاخسام ثم قال فالهمها فجورها وتقواها من بعد اهدعش قسم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها هذا عمر بن سعد خاب من دساها يو رب العالمين في سورة اخرى يقول هاي الحقيقة تسكية النفس اهميتها والوقوف بوجه ابليس في هذا الجانب يقول هذا ذكرناه مو فقط في القرآن حتى يبين اهميتها يقول ذكرناه حتى بكتب السماء السابقة قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تثير عنه يقول ان هذا قد افلح من تزكى وذكر لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى هذا مو بس ذكرناه بالقرآن ذكرناه بالتوراة وذكرناه بالانجيك وذكرناه بالزبور وذكرناه بالصحف وذكرناه بالقرآن لخطورته ولم يلتزم بذلك عمر بن سعد عمر بن سعد قد خاب من دساها وخاب بالدنيا وخاب بالآخرة فخسر الدنيا والآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن أمثاله أو عن نهجه بالأحرار حتى لا نقع إن شاء الله فيما قد وقع وأسأل الله لكم التوفيق سماحة الشيخ في نهاية هذه الحلقات شكرا لكم شكرا لسعات صدركم شكرا لكرمكم وظيافتكم ونحن في مكتبة السيدة زينب سلام الله عليها أسأل الله لكم التوفيق دائما وأبدا وحفظكم الله خيمة لعيالكم إن شاء الله شكرا لكم سماحة الشيخ أحبتنا مشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائية وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقات جميعا إن شاء الله من برنامجكم فلسفة الطفل لنا لقاءة أخرى خصوصا مع سماحة الشيخ الخطيب زمان الحسناوي ولكن في وقت لاحق إن شاء الله إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة